افادت وزارة الصحة بان 47 حالة من الحالات القائمة التي تم الاعلان عنها اليوم هي لعمال وفدين كان قد تم حجرهم احترازيا كونهم مخالطين لحالة قائمة وبعد التأكد من نتائج الدورية للفحصات المختبرية التي تتم لمن هم في الحجر الصحي تبين ان فحصات جميع الحالات المخالطة 47 ايجابية لتضاف الى الحالات القائمة وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بان تتكفل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية للفحص والحجر والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة فانه سيتم تقديم الخدمات الصحية العلاجية لهذه المجموعة من العمال في مراكز العزل والعلاج المخصصة لفيروس كورونا واكدت وزارة الصحة بانها قامت على الفور باتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لكافة المخالطين لهذه الحالات وحصر كافة المخالطين للعمال في مراكز الحجر الصحي الاحترازي المخصصة ووضعهم تحت الملاحظة واجراء الفحصات المختبرية للتأكد من سلامتهم واتقرر تمديد اقامتهم بالحجر الصحي الاحترازي لمدة اسبوعين حسب الاجراءات الوقائية المتبعة اشتركوا في القناة